انو الحكاية كلها بقولك تشبيكة المصالح دي محتاجة انك انت في الاخر تأهل الناس اللي بيديروا مشاعر المتعصبين لانو الكرة هنا مشكلتها ايه مشكلتها بيتم استخدامها من قبل جهات وجماعات وطيارات بتاخد المتعصب ده وانا قلت بل كده وتخلوني اكد الاخوان المسلمين مخترقين جمهور الاهلي والسلفيين والطيار السلفي مخترق جمهور الزمالك بكلم عن الالترس مش بكلم عن الجمهور بشكل عائل مخترقينهم يعني مخترقينهم بالادلة وبالوسائق وليس بعيدا يعني اداء الاسماء الاخوانية في موضوع الكرة وكلامهم عن الاهلي تحديدا في فيديوهاتهم وبرامجهم او البرامج اللي بيطلعوا فيها محللين او في البرامج الرياضية اللي بيشتغلوا فيها وحيطة العسف والغزل في فكرة تصعيد العصبية واشعال النار ويعني والتحجج بينهم قصوا بيحبوا ناديهم فيضربوا في النادي التالي ليه ليه كل ده حاجة مخططة لانه فاهم كويس قوي انه المتعصب ده جاهز متعصب كرويا جاهز جدا يبقى متعصب سياسيا وجاهز للغاية يبقى متعصب دينيا فعشان كده ما فيش اسأل من كده الراجل شاب بيؤمن انه هو الوحده اللي على صح وانه منحز لفرقته ومش شايف جرها وانه مستعد يدفع عنها وانه يشجعها وانه يقاتل من اجلها وبيعمل هتاف يقولك نموت نموت مش عالي عشان فريقنا تموت ليه يا ابني فيش حد في الدنيا بيهتف انه يموت عشان فريقه عايش وميت عشان فريق ليه ايه لها بلده بقى القيمة اللي عندك في حياتك انك تعيش وتموت عشان فريق عشان الكرة كرة رياضة جميلة وبديعة وكل حاجة وموجودة في كل الدنيا وحاجة لطيفة ده ما ما موتش من اجلها ابدا الحاجة الوحيدة اللي تموت لأجلها مصر البلد الوطن يعني ده ما تموت عشان الفرقة ده برضو حاجة مزهلة في التعصب احنا بيحصل ايه بقى تعظيم للتعصب ده والتعامل معها لانه حاجة مهمة وحاجة وشوف الاخلاص ايه الاخلاص اللي في الموضوع ده هبل ده جنان ده مرض عايزين نعالجه ده تعصو عايزين ننبوزه المفروض احنا نقضي عليه مش بعيد ابدا والدفاتر موجودة انه حركة حازمون وحازمون صلى الله عليه وسلم مخترق قالت رس الزمالك ده موضوع قولا واحدا قولا واحدا ليه لان انت بقى انت بقى الاعلام الرياضي في مصر بيجاهز للتعصب على فكرة انت عارف لو بتذكروا يعني هتعرفوا ان كلمة فريق كذا صحق فريق كذا ده تعصب ويعلاق للتعصب فريق كذا اكتسح كذا الاميرة الافريقية تزف على كذا كل هذه التعبيرات تعبيرات تعصب صرف ترويج وتأجيج للتعصب كنك مش واخد بالك ده لانك انت مش عارف حاجة انما هو ده تأجيج للتعصب حضرك لو جد درست وذكرت وطلعت الدراسات والكتب هدا يساعدتك ده تعصب وده ترويج للتعصب وتأجيج للتعصب والغريبة العجيبة انه ستزتنا الكبار اوي اللي علمونا الكرة وذائقة الكرة سز الكابتن العظيم محمد لطيف كمعلق وكإداري كرة قدم وكواكيل للاتحاد الكرة كابتن علي زيور كابتن حسين مدكور كابتن حسين الشربيني ده كابتن علي زيور مونازم كابتن حسين الشربيني ميمي الشربيني كابتن حسين مدكور كابتن حماد أمام كابتن الاستاذ العظيم اللي علمنا يعني ايه اعلام رياضي اصلا وصنع الاعلام الرياضي في مصر فاهمي عمر كلهم لهم انتماءات زي ملكوية او اهلوية كابتن حماد أمام هل عمرك حسيت ان اي واحد من هؤلاء متعصب او بيروج للتعصب عمر اي زمال كاو في مصر حس لحظة ثانية ثانية فمتو ثانية من بتاعة دكتور زويل ان ميمي الشربيني متعصب للاهل اللي هو كابتنه حد حس لحظة لحظة واحدة ان حماد أمام متعصب للزمالك اللي هو يعني صنع نجلته زرع نجلته امبال ليه جيل اللي موجود دلوقتي جيل مش بس وبما فيه مقدمين البرام مش بس منحاز ده يعلن الانحياز وفخور بالانحياز بكلم عن الانحياز يا فانتم شجع زي ما انت عايز دولة كانوا اسات زيتنا دولة اللي عملوا الكرة في مصر وعملوا الاعلام الرياضي لكن هل بدأ منهم ان هم متعصبين مرويجين للتعصب او بيعلنوا ولاءهم يعني نجيب المستكاوي عاش ومات حد عارف هو كان بيشجع مين النقد الاعظم طبعا والد نقدنا الكبير السيد حسن المستكاوي حد عارف بيشجع مين حتى عم بيجيه نعمان النقد العظيم كان لعف الاهلي حد عارف يعني قد ايه هو كان موضوعي ومحايد في جورنانو ما يحدث الان ان الادارة الرياضية في مصر والاعلام الرياضي في مصر هو الذي يصنع التعصب الرياضي في مصر ما جوش بقى على الجمهور وتقوله ان هو الغلطان ايه غلطان ايه يا راجل ده الجمهور هو اضعف حلقة في الموضوع اللي انتش يجعني ايه يعني ايه بالمصرحية بتاعيكو دي كل بص لما تبص هتلاقي وكلاء الاعلانات مع وكلاء اللاعبين مع الانتخابات مع مش عارف صفقات الاندية بقى كل موضوع كله على بعضه يعني في فم ماء يعني يما هنفتح بكفاصيل وبالاسماء ما ظنيش وبالمناسبة يعني كل اللي في الوسط الرياضي تقريبا مدرك وعارف الى اي حد في وحل للتعصب وللمصالح غطصان في الوسط الرياضي فحولوا كرة القدم الى وسيلة للتربح ماشي لا ومش بس كده وللتعصب ومش بس كده بقى مش دي المشكلة دلوقتي المشكلة ان التعصب الكراوي هو كرة نار بعد كرة القدم اللي ممكن تتاخل للتعصب السياسي والتعصب الديني وشوف نحن برضو مشاهد في 25 يناير باستخدام الالترس الكراوي وشوفنا برضو الاخوان هما باستخدموا الالترس وشوفنا تحويل الكرة الى عنف والى مذابح فاحنا وبالمناسبة احنا نفرق على العالم فان العالم لما بتحصل مساء العنف بنودين وبنرفض وبناشجب وبنستنكر مش بنحولهم ابطال يعني ضحوا من اجل فرقهم طبعا بتأكيد التعاطف مع اي حد شباب بريء ويعني ولا يمكن مع اي حال لحظة من اللحظات يكون فيه موضع اتهام لهم او انزعاج منهم بالرقفة وتعاطف وشفقة عليهم وعلى اهاليهم على يعني الحظ العثر اللي قدهم الى هذا لكن حكاية شهداء دي يعني اعلاء للتعصب برضو ضحايا ماشي احنا قصاد مشهد شديد الارتباك وشديد التعقيد مؤداء انه ما فيش التعصب هايون بس على فكرة هو بيؤجنك لان انتو روحتوا ناحية الجمهور واعتقدتوا ان الجمهور او السوشال ميديا طبما اندوروا على اللي جاء الالكترونية التابعة للاندية اللي شغال وتابعة شخصيات رياضية اللي شغال في السوشال ميديا يعني المشهد ده كله مشهد اللي هو المصارعة ده مسرحية لا اتصور ان احدا سيصدقها ولا هدخيل على حد لانه اطرافها لابد انهم يرجعوا عنفسهم شوية من الذي صنع التعصب ويصنعه كل يوم علشان الامور تبقى واضحة لان الكرة تستخدم شعلة نار عن يعني الى اي كتلة حضب سوف تذهب هذه الشعلة بها قريبا هذا هو الخوف الحقيقي ترقب انه يتحول واحدة من اجمل الحاجات في الدنيا كرة القدم وملعب كرة القدم الى ساحة للتعصب وللاستخدام المتطرف اللي وراه في الموضوع كله مصالح وفلوس وملايين وتربح اطراف بيسخانه الجمهور بيحاول يقدونه نفسهم للجمهور انه هم يعني حبايب وعزودفه عنه كل لعب معتزل عايز كلمتين يتقالوا عليه عايز يظهر في تريند فيقول لك كلام فارغ وتاف وواقح في مواجهة الفريق الاخر والناد الاخر والسوشال ميديا تجري وراه مدبرة او متعمدة او تلقائية ويحصل لنا الفرق العظيم الماتش اول امبارح ولا امبارح اول امبارح ممتلاك الفريق التركي مع باريسا جيرما الحكم الروماني اللي بينادي الحكم الرابع اللي بينادي حكم الساحة وبيقول له انه عضو جهاز ده مش عارف وجه الانتقاد او زعق فبيقول له مين قال له الاسود اللي هناك ده النجرو اللي هناك ده سمعوا سمعوا هذا التعبير المتطرف المتعصب فاشتعل الغضب في ساحة الملعب ورفضوا استكمال المباراة ورفضوا وجود الحكم الرابع ورفضوا وجود الحكام اللي موقفوش ضد الحكم الرابع وتوقفت المباراة والطرفين لعيبة باريس ده الجرمان اللي وجه اليه عضو جهاز ده اللي قال عليه نجرو ده فرنسي بس فيه فريق التركي بابيبا ونيمار وكل لعيبة الفرنسا لعيبة باريس ده الجرمان اللي هما من كل الجنسيات ولعيبة تركيا اللي هما من جنسيات عديدة ايضا هما الاتنين تضملوا في مواجهة العنصرية الاتنين والمطش وقف وتأجل ليه لانه ما فيش حاجة يسمعها السمو الفرقة التانية وما فيش حد يستحل سب وما سبت وعنصرية الجمهور ضد لعيب عشان من حتة تانية من فريق تاني واعمل فيها أنا ما ليش دعوة لا ما عملوش كده لما يوجه سباب عنصري للعيب في فريق الفريق التاني اللي في مواجهته المنافس له هو اللي يتضمن معاه قبل زملائه والإدارة اللي في الفريق المنافس له هي اللي تندد وتهدد وترفض وتوقف الماتش وما تلعبش لأنه الكرة مش معمولة علشان تطلع أمراضنا وتقيحتنا بالعكس الكرة معمولة علشان التعبير الجميل بتاع الروح الرياضية كان دايما في استاد المحلة مش عارف هيبقى موجود السنة دي في الموسم ده ولا لا تعبير كده مكتوف في استاد غزل المحلة دايما ابتسم عند الهزيمة وتواضع عند النصر